أدانت مصر اقتحام وزير إسرائيلي لباحة المسجد الأقصى الشريفة وذلك بالتزامن مع تمرير الكنسة الإسرائيلي قرارا يرفض إقامة دولة فلسطينية في تنصل واضح من مقررات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام وفي بياننا لوزارة الخارجية أكدت مصر على خطورة ما تمثله تلك الإجراءات من تصعيد غير مسؤول معتبرة أن تضامن هذا تصعيد مع الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والاقتحامات المتكررة للضفة الغربية يؤكد الإصرار على تأجيج المشاعر وزيادة حدة التوتر والاحتقان لدى الشعوب الإسلامية وفي العالم أجمع هذا وطلبت مصر الحكومة الإسرائيلية باحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس داعية الأطراف الدولية الفاعلة في المجتمع الدولي للاطلاع بمسؤوليتها في حماية الحقوق الفلسطينية واحترام المقدسات الإسلامية والمسيحية ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة كما أكدت مصر على أنها ستواصل جهودها الدؤوبة في سبيل التوصل لحل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ترجمة نانسي قنقر